تنقل ما لا يقل عن 14 طبيباً مختصاً وجراحاً من عاصمة التيتر نحو المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشلال تعذورة وذلك للقيام بفحوصات طبية متخصصة وعمليات جراحية لفائدة سكان المنطقة نظمنا حملة فيها تقريباً 14 طبيب مختص في كل اختصاصات للقيام بعمليات فحوصات طبية وحتى عمليات جراحية على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشلال تعذورة هذه العملية كما تعرفوا تمت تؤمن بين مستشفى المدية وهذه المؤسسة كانوا تنقلوا مسافات كبيرة إلى مدية إلى برواقية حتى القصر البخاري وحتى البليداء والعاصمة لإجراء عملية جراحية الآن الحمد لله الآن هنا نقدرنا ندير عملية جراحية كما يعرف الجميع منذ تقريباً سنة ونصف والأكثر قدرنا نفتحه قسم العملية الجراحية لكن مغلق منذ سنوات بسبب مشكل تقني وتهدف هذه التوأمة بين المؤسستين الاستشفائيتين إلى تقريب صحة من المواطن وتحفيزه على إجراء الفحوصات الطبية التي كثيراً ما يحرمه منها بعد المسافة وقلة الإمكانيات المختصين قاموا بعض الفحوصات الطبية يعني المختصة وثاني قمنا بعملية جراحية سواء الأطفال سواء الأطفال ولا يعني المرضى الكبار قربنا الصحة للمواطن وثاني حفزنا المواطن على الفحوصات هي مبادرة مكنت المواطنين من فحوصات متخصصة كانوا ينتظرون دورهم لإجرائها شهوراً عديدة على أمل أن يتم تدعم المنطقة بمختصين وجراحين لتقريب فعلي للصحة من المواطن